يبدو أن أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية لم تخمد نيرانها بعد حيث امتد تأثير الدومينو ليطال بنوكاً أخرى صغيرة ومتوسطة بنك باك ويست ينتظر دوره ليكون البنك الرابع الذي ستنال منه أزمة القطاع المصرفي حيث خسرت أسهم باك ويست منذ مارس الماضي ما يقرب من 90% من قيمتها وخسر البنك أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع خلال الربع الأول من العام الجاري باك ويست يدرس حالياً خيارات استراتيجية جديدة ليتخطى تلك الأزمة ونقل التقارير عن مصادر مطلعة أن البنك قد كلف بنك الاستثمار بايبر ساندلر من أجل المساعدة في استكشاف تلك الخيارات الاستراتيجية بما في ذلك خيار البيع موضحة في الوقت نفسه أنه لم يتم الشروع في أي عملية بيع رسمية بعد وأن البنك يفكر أيضاً في زيادة رأس المال الاضطراب في باك ويست يظهر أن قلق المستثمرين لا يزال مرتفعاً بعد سلسلة من إخفاقات الصناعة وتدفقات الودائع للخارج على الرغم من تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول بأن السلطات كانت أقرب إلى احتواء الأزمة لو لا تلك المخاوف التي أدت لانخفاض عدد المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة بعد انهيار عدد من البنوك آخرهم بنك فرست ريبابليك البنوك الصغيرة في الولايات المتحدة تتعرض حالياً لضغوط كبيرة بعد عام من ارتفاع أسعار الفائدة الذي أضر بقيمة حيازتها من السندات ونتجت عنها خسائر تقدر بنحو تريليون وثمانمائة وأربعين مليار دولار ثم يأتي دور مشاكل العقارات التجارية لتفاقم الأزمة بدورها فيما يسحب الموضعون الأموال سعياً وراء عوائد أفضل في مكان آخر وربما خارج الولايات المتحدة بعد أن اهتزت ثقتهم في القطاع المصرفي الأمريكي اشتركوا في القناة